ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله جمهور المغرب العربي في تحويل مباراة في كرة القدم إلى حرب سياسية عبر الانخراط في دعاية مفضوحة لجبهة البوليزاريو في محاولة لاستفزاز مشاعر المغرب حيث نشر موقع القناة خبرا تحت عنوان الجبهة طالب بالضغط على المغرب مرفوقة بصورة للعالم المغربي وما يعتبر علما للبوليزاريو وجاء في الخبر أن جبهة البوليزاريو الصحراوية أرسلت رسالتين إلى رئيس بعتة المينورسو كولين السيوارت ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية الكويت منصور العتيبي للضغط على المملكة المغربية لإزالة ألغام الجدار الترابي وأثار هذا الاستفزاز ردود أفعال قوية من قبل عدد كبير من النشطاء المغاربة الذين اعتبروا أن ما تقوم به القناة التونسية هو محاولة لزرع الفتنة وحملة بائسة لترهيب المغاربة والمس بمقدساتهم نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية